نقلت صحيفة الشرق عن مندوب ايران لدى اوبك قوله ان بلاده ستواصل زيادة الانتاج الى ان يصل الى مستوى انتاجها قبل فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي قالت وكالة مودز ان اصلاحات دعم الوقود في الخليج ستساهم في تخفيف الضغوط التي فرضها هبوط اصار النفط على الماليات العامة الا انها لن تكفي لتحقيق فائد في الموازنات الحكومية في جديد تطورات نقص العملة الاجنبية في مصر اغلق البنك المركزي شركتي صرافة وصحابة رخيصها نهائيا محذرا الشركات والبنوك من التلاعب بالدولار